أهلا بكم يعد العمل الخيري الأهلي أمر راسخ وقديم في مصر منذ وقت طويل في ظل كون تكافل الاجتماعي من بين سمات الشخصية المصرية على مر العصور وخلال سنوات الماضية بات أولوية قصوى تتصدر أجندة عمل الدول وأهدافها تحت مظلة الحماية الاجتماعية العمل الأهلي التنموي في مصر اتخذ شكلا مؤسسيا في البداية وذلك مع شهر أولى الجمعيات الأهلية في البلاد كان ذلك منذ أكثر من مئتي عام لكن حالة من العشوية شابت هذا العمل مع مرور الوقت بعد تزايد أعداد الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإضافة إلى المبادرات الفردية إذن هي حالة من العشوائية تلك هي التي أدت إلى تراجع مؤسسات العمل الخيري الأهلي في مصر بالإضافة إلى إهدار كثير من الموارد المادية مع عدم وصول المساعدات إلى مستحقها بشكل مخطط في ظل عدم وجود أهلية تنسيق واضحة ما بين المؤسسات وبعضها البعض وفور إطلاق الرئيس عبد الفتاح أسيسي في العام 2022 عاما للمجتمع المدني كان إيجاد ألية لتنسيق ما بين مختلف المؤسسات والجمعيات مطلبا ملحا من مختلف الأطراف المنخرطاتي في هذا الإطار بهدف حوكمة الانفاق وتوسيع دائرة المستفدين من هنا جاءت فكرة إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتي نشأت وبشكل طوعي واسترغبة كبيرة من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لدعم العمل الأهلي وتحريره من أي قيود إدارية وبمجرد إطلاقه سعى التحالف إلى ضم أعضاء جدد في مختلف المجالات والتخصصات في تجربة وطنية ناجحة تستهدف توسيع نطاق المشاركة لخدمة المواطنين تجمع مظلة التحالف 32 كيانا تلمويا وخدميا بمشاركة 250 ألف متطوع وهو ما ساهم في تعزيز وتطوير ثقافة التطوع لا سيما ما بين الشباب في مصر إطلاق التحالف مثل محطة فارقة في تاريخ العمل الأهلي التنموي في مصر ذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة بالاشتراك مع مختلف مؤسسات الدولة تضم بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا للمساعدات ولأول مرة في تاريخ العمل الأهلي في مصر تم رسم سياسات عمل خاصة بالجمعيات الكبرى وبشكل تشاركي متكامل يضمنوا الابتعاد عن المنافسة والابتعاد عن تكرار تقديم الخدمات في ذات النطاقات الجغرافية وخلال العشرة أشهر تم انفاق من خلال التحالف 12 مليار جنيه لمساعدة 30 مليون مواطن وأيضا تم توفير نحو 40 ألف فرصة عمل عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإجمالا مثل إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي آلية فعالة أسهمت في تخفيف العباء عن المواطنين الأكثر احتياجا وأحداث تغيير حقيقي في حياتهم بشكل مستثام ونهائي شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر